كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استسمعاتك البيتكوين شفنا الرفض من مناطق 66000 يوم أمس استغلينا صفقة سعود بالبيتكوين كانت من مناطق 62500 إلى 63000 نشرت على الجروب التليجرام العام أيضا نشرت على مختلف قنواتي وبفضل من الله كانت نسبة الربح 4.5% استهدفنا فيها مناطق 65500 واكتفينا بهذا الهدف بعد شفنا البيتكوين بإطار موجي تصحيحية شو المتوقع بالنسبة البيتكوين أيضا رح نحكي عن المتوقع بالنسبة إثيريوم السولانة كل هذا رح نقشه بالفيديو سريعا إذا هل مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد يوم أمس أصدقاء اقتربنا جدا من منطقة الدعم المحددة واعتمادا عن البرائس أكشن يلي صار في هالمنطقة دخلنا صفقة شراء لكن شفنا الرفض من مناطق 66000 حاليا في إطار تشكيل نموذج جدا مهمة على البيتكوين يجب مراقبته نموذج الرأس والكتفين المقلوب في حال حافظنا على الكتف الأيمم مناطق الـ 62000 ما كسرناها ما أقفلنا تحتها ممكن يتفعل هذا النموذج بكسر مناطق 66500 والاستقرار عليها نفس النموذج بالضبط عب يتكون على الإثيريوم أيضا في حال كسر الإثيريوم مناطق 3500 استقرأ عليها ممكن يستهدف القمة السابقة عند مناطق 3900 إلى 4000 دولار نموذج جدا مهم لازم نركز عليه شرط استمرار هالنموذج هو عدم كسر مناطق 62000 والإقفال أسفلها نحن حاليا بعطلة نهاية الأسبوع آخر يوم من تداولات الـ ETF Spot شفنا صافي بيع 51 مليون دولار شفنا شراء من بلاك روك شراء من باقي الصناديق وشفنا بيع من غريسكيل إذن كان الصافي هو 51 مليون دولار بيع من أربع أيام واللي احنا عم نشوف نزيف بالـ ETF Spot بالطلب على الـ ETF Spot وهذا اللي عم يفسر الموجة التصحيحية الحالية بالنسبة للبيتكوين البيتكوين أصدقاء نرجع منذكر لحنا غدا أمام أقفال أسبوعي ما لازم نأقفل أسبوعيا أسفل مناطق 65500 إلى مناطق 64500 هاي المنطقة لازم نستعيدها لازم نحولها لدعم يوم غد إن شاء الله قبل الأقفال الأسبوعي حتى نضمن استمرار الصعود واستهداف مناطق 68000 كهدف أول حكينا يوم أمس عن بداية تشكل نموذج المسلس وتوقعنا في حال ارتد من هالمنطقة واستهدفنا مناطق 68000 يعني إنه لحنا دخلنا في إطار مسلس ممكن في هالحالة هاي نتوقع أيضا موجة تصحيحية ونتوقع تداول لأيام إضافية ضمن هالمسلس هذا توقع فقط أصدقاء حكينا عنه يوم أمس من قبل ارتداد من هالمنطقة هاي لكن راح نراقب هالنموذج هاي ونشوف إذا تشكل ولا لا تاريخيا أصدقاء مع بداية الصعود كنا نصحح بنسبة 22% إلى 20% حاليا نصححين بنسبة 18% هل راح يكتفت بيتكوين بهالنسبة هاي ولا ممكن تمتد تصحيح لـ 22% لنستهدف مناطق الـ 58000 كل هذا راح نراقبهم مع الأقفال الأسبوعي راح يباني عنا يوم غد إذن الإثيريون في حال استهدفنا مناطق 3500 أقفلنا أعليها حولناها كدعم صريح ممكن نحكي عن صعود قادم إن شاء الله غير هيك أصدقاء ما لازم نكسل لحن الكتف الأيمن يلي هو عند مناطق 3200 وممكن نستهدف في هالحال مناطق 3000 بالنسبة لعملة سولانا أصدقاء عملة سولانا مقابل دولار حاليا سعرها 172 دولار لكن إذا منشوف السولانا مقابل الـ Bitcoin على فريم 2 سعر بتشكل لي نموذج المسلس في حال استهدفنا الكسر للأسفل ممكن نشوف تصحيح بنسبة 12% تصحيح 12% على عملة سولانا ممكن ياخدنا لأقوى مناطق الدعم هو 130 للـ 125 لكن بالعادة أصدقاء للأمانة النمازج هاي بتكسر للأعلى وفي حال استهدفنا الكسر للأعلى ممكن نذهب لإعادة اختبار مناطق 210 إلى 220 ركز على النموذج جادة بالسولانا طبعا السولانا أنا ما بضرب عليها ما بشوف فيها فرص جيدة ليش ما بشوف فيها فرص جيدة لأنه أقرب مناطق دعم تبعد تقريبا 28% للأسف تعتبر عملة خطيرة لكن التحديث هذا أصدقاء للأشخاص يلي عندهم تمركزات بعملة سولانا وحابين يعرفوا الأهداف القادمة في حال راقب السولانا مقابل بيتكوين في حال تم الكسر للأعلى هدف العودة إلى مناطق 210 إلى 220 دولار إن شاء الله نموذج الرأس والكاتفين بالنسبة للبيتكوين في حال أكدنا كسر مناطق 66 ألف المنطقة الصعبة لحد الآن بالنسبة للبيتكوين ممكن نشوف إعادة اختبار لمناطق 68500 إلى 70 ألف كل هاي المنطقة مستهدفة في حال أكدنا كسر مناطق 66 ألف واستقرينا عليها راح نراقب إن شاء الله الأيام القادمة والأهم من هيك راح نراقب انتهاء العطلة بالأسواق العالمية ونشوف كيف ردد فعل البيتكوين هل راح يغلق على مناطق 66 ألف ويأكدنا هكذا عام ولا راح نستمر بالموجة التصحيحية مع العلم نقدر نرسم تريند بهالمنطقة هاي في حال كسرنا منطقة 66 ألف كسرنا التريند أكدنا نموذج الرأس والكاتفين وهذا يعتبر أمر إيجابي لاستهداف مناطق 68 ألف إلى 70 ألف نقطة الأمان أصدقاء برجع بذكركم هي مناطق 60 ألف إلى الـ 61 ألف وخمسمية لا يجب على البيتكوين أغفال أسفلها عم نلاحظ مع كل هبوط لهالمنطقة هاي عم نشوف قوة شراء بالنسبة للبيتكوين هل راح يستمر قوة شراء هذا ولا راح نكسر هالمنطقة هاي هذا اللي راح نعرفه مع الوقت خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعنوا إسماء الرابحين مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملناه يوم أمس عن البيتكوين الحمد لله كانت تفاعل عليه جداً منتاز راح نحط رابط الفيديو بعدها نشيط تعليقات متكررة ونشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات شكراً جداً لتفعلكم أصدقاء عنا 100 تعليق خلينا نقول باسم الله وناخد معنا اسم الرابح إذن هذا هو اسم الرابح أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جازته إلى اللقاء